أنا هنا بسببك لأننا لدينا شيئاً المتحدة الأمريكية قواتها من العراق بالإضافة لاستنكار زيارة التي تضاربت الأنباء بشأن علم الحكومة بها حسب العميري وبصرف النظر عن حديث السيادة وخرق الأعراف الدبلوماسية فإن زيارة ترامب أعادت إلى المشهد واقع الوجود الأمريكي في العراق وجغرافية انتشاره بحسب الاتفاقية الاستراتيجية التي أبرمت في 2011 النائب عن تحرف الفتح حامد الموسوي قال إن الجلسة ستبين موقف السلطة التشريعية من زيارة ترامب غير الرسمية إلى العراق ووجود القوات الأمريكية ورأى أن الأمريكيين يريدون تعزيز وجودهم في العراق لاستهداف إيران إيران هي مربط الفرس الراهن في العراق فأغلب من استنكروا زيارة ترامب كان ظاهر حديثهم عن السيادة وبطنه طموح إيراني برفع مستوى التوتر مع أمريكا في العراق لصيما وأن جل المتكلمين كانوا من مكلائها وقادة ميليشيتها لا يبدو أن للقرار إنقر أثر على الأرض فلا حكومة عبد المهدي ولا حتى إيران تملكان القدرة على إخراج القوات الأمريكية من البلاد كما يقول مراقبون لكنها جفة أخرى يريد لها الإيرانيون أن تفتح خارج أراضيهم بل وبدماء العراقيين لصيما ونوزارة الخارجية الإيرانية هي أول من استنكر الزيارة بوصفها خارجة عن الأعراف الدبلوماسية وتدل على عدم احترام السيادة ومفهوم السيادة كثير من مفاهيم أركان الدولة لا يقبل الحلول الوسط فإن كان خرق ترامب استدعى الاستنكار فماذا يستدعي التجوال سليماني في بغداد وترأوسه اجتماعات الساسة أما لسليماني ما لا يحق لغيره في العراق الجديد الغارق بين الموجتين الأمريكية والإيرانية ترجمة نانسي قنقر